جوجل تضيف اعلانات على خدمة جوجل مابس ومتجر ايبك ستورز بيحتكر عالم الالعاب ومتهم بالتجسس لصالح الصين لعبة ستار وورز جديدة من اي اي بدون ملتي بلاير او مايكرو ترانزاكشن وخدمة جديدة من ديزني لمنافسة نتفلكس واتش بي او اهلا بيكم في حلقة جديدة من ويكلي نيوز انا مصطفى محمد من عرب هاردوية جوجل والاول مرة تكشف عن وجود نية لوضع اعلانات في ابلكيشن جوجل مابس الاعلانات دي مش هتكون على شكل فيديوهات او بوبوبس ولكن هتكون شبه الوضع في اعلانات جوجل سيرش بحيس ان النتائج اللي تطلع لك في بحثك الاول هتكون اعلانات مدفوعة وفي كلام عن امكانية استخدام الوان مختلفة للبنزل تميزها عن غيرها وازهارها بشكل اوضح في ناس شايفة ان جوجل صرفت مبالغ مهولة عشان توفر خدمة زي جوجل مابس حوالين العالم كله فبالتالي مفيش مشاكل لو قررت تاخد خطوة زي دي في مقابل تقديم الخدمة فالسؤال هنا هل لو انت مستخدم يومي لجوجل مابس موافق على ان جوجل تستخدم الادز فيها ولا لأ قولنا رأيك تحت في التعليقات شركة ديزني اعلنت مؤخرا عن خدمتها الخاصة للستريمينج تحت اسم ديزني بلس ومن المفترض ان الخدمة دي هتحتوي على كل الاعمال اللي بتمتلك ديزني حقوقها واهمها في الفترة اخيرة كل افلام مارفل بما فيها الفيلم المنتظر افينجرز اند جيم كان في بوادر وعلامات للخطوة دي من فترة بدأت بتوقف مسلسلات مارفل على نتفلكس وواحد ورد تاني بغض النظر عن مستوى نجاحهم وهنا ظهرت الاشاعة ان ديزني بتحضر لنقلهم لخدمتها الخاصة للأسف والكل المتحمسين انهم يتابعوا الموسم الثالث من مسلسل دير ديفل حب نقولكم ان كل التصريحة بتقول ان الخدمة هتكون موجهة بالاساس للأسرة يعني غالبا اول ما هتشتغل كل اللي هتلاقيه فيلم زي بامبي ولايون كينج وحاجات تانية مصنفة بيجي تيرتين محللين كتير حللوا ان الهدف الحقيقي من الخدمة مش هيكون ابدا من نتفلكس وده لان مفيش اي معنى ان ديزني تقلل من ارباحها بسحب افلامها مسلا من السينيما وعرضها على الخدمة بتاعتها يعني في حالة فيلم افنجرز اللي الجاي هينزل عادي جدا في السينيما اللي هو خلاص قرب ينزل وبعدها على البلوري وبعدها هينزل على الخدمة كمرحلة اخيرة بعد ما يلموا كل فلوسه من السوق وده معناه ان ديزني هتعمل الخدمة دي عشان الاستفادة الاكبر من عرض منتجاتها مرة تانية بعد انتهاء الدورة الاساسية لأي منتج وده هيخليها خدمة فرعية مش خدمة اساسية تكون منافسة لمنصات زي اتش بي او او نتفلكس والسؤال هنا هل ده هيأثر على ارباح شركة ديزني وهل ده هيتعارض مع قناة ديزني اللي اساسا مشفرة وبفلوس قلونا رأيكم تحت في التعليقات وهل شايفين ان الخدمة دي هتعمل تغيير ولا لا وعلى ذكر التغيير دلوقتي وبعد التحديث الاخير سوني بتسمح اخيرا للعبين بتغيير اسمهم او البي اس ان اي دي على بلاي ستيشن نتورك التغيير الاول هيكون مجاني وكل تغيير بعد كده تكلفته هتكون عشرة دولار ممكن تغير الاسم عن طريق جهاز بي اس فور او عن طريق موقع بلاي ستيشن نتورك الخبر السيء ان بعض الالحاب ظهرت فيها مشاكل بسبب تغيير الاسم زي ان السيف فايلز بتتحزف او التقدم بتاعك اللعبة كله بيتلغي يعني تخيل كده انت عايب تلعب لعبة حوالي اربعين ساعة وتغير الاسم كل ده يروح عشان تحل المشكلة دي لازم ترجع للاسم القديم لكن الحصن الحظ الالعاب دي مش كتير واي لعبة تم اصدارها بعد ابريل 2018 هتدعم التغيير بدون اي مشكلة فلو ناوي تجرب الابشن ده بعد التحديث قلنا في التعليقات اسمك الجديد هيكون ايه لسه في اخبار التحديثات والابديتس والمرة دي من انفيديا عملا كروت الشاشة تحديثة الاخير بيضيف امكانية تشغيل بعض مزايا على كروت الجي تي اكس تين سيريز لحد دلوقتي اقدر ارقام اللي ظهرت بيها الكروت مش كافية لتقديم تجربة لعب كويسة لان في منها بيوصل لتسعة فريم في السانية الواحدة فالسؤال هنا هل ممكن نشوف تحديثات جاية تخلي تجربة اللعب متاحة بشكل فعال على كروت الجي تي اكس اللي هيفضل فيه احتكار لمعمرية تيورنج او بمعنى ادك كروت الارتي اكس على الاداء في الري ترسنج طبعا لو لن رائك تحت في التعليقات واستنى منا رأينا في حلقة كاملة قريب على القناة فاعمل سبسكار كلام كتير في الفترة دي وفي عالم العاب البي سي تحديدا بيدور حوالين ايبك لانشر وده بسبب محاولاته الكتير لاستحواز على الحصريات واحتكار المشهد على البي سي بعد ما كانت السيطرة من نصيب الاسد استيم وشوفنا ده مع لعبة مترو اكسدوس ومؤخرا مع لعبة بوردر لانز سري من دمن الكلام او بالاصح اهمها بوست على موقع ريدت تم فيه طرح النظرية من نظرياته المؤامرة بتقول ان ايبك لانشر في الحقيقة وسيل التجسس لصالح الحكومة الصينية وده نظر اللي علاقتها الوطيدة مع كل من ايبك وتنسنت وفي الحقيقة الكلام ممكن يكون صح لان ايبك لانشر كان ليه اكتر من حدثة حصل فيها تسريب لمعلومات المستخدمين اخير عدد المستخدمين المتضررين منها وصل اكتر من 30 مليون شخص وده لان الستور لحد الوقت مفهوش نظام حماية كفر وده دفع المدير التنفيذي لأيبك انه يتوجه لتويتر بكذا تغريدة يبرق فيها ايبك لانشر ويأكد فيها على قطم الجيدة بتنسنت واستحواز الاخير على حصة ضخمة من ايبك جيمز مش بيأثر ابدا على اتخاذ الكرارات الخاصة بيبك وبالتأكيد عمره ما هيؤدي لحاجة زي كده في الحقيقة الكتير من الاتهامات دي ملهاش اساس من الصحة الا بعض المظاهر اللي بتؤكد ان ايبك لانشر بيطلع على معلومات حساب ستيم الخاص بيك بما فيها الالعاب وقايمة اصدقائك والاعدادات الخاصة بيك دي كل حاجة غالبا وده حاجة المدير التنفيذي اعترف بتواجدها فعلا وقال ان دي مشكلة بيتم العمل على حلها وقال ان دي مشكلة بيتم العمل على حلها حاليا وانها كانت بقايا من محاولات اضافة ميزة التواصل لمعشوقة الجماهير فورتنايت وبما اننا اتكلمنا عن التجسس والحماية استنى الفيديو اللي ينزل لنا قريب عن انواع المالويرز وازاي تحمي نفسك منها باستخدام برنامج إيساوت الحلقة الاولى من المسم الاخير في لعبة القروش او جيم اف سرونز نزلت وكنا سعادها لحظ ان قدرنا نتجمع ونتفرج عليها كلنا باحسن طريقة ممكنة على جهاز بروجيكتور جيفي وان من بينكيو الجهاز يعتبر خيار مثالي لو هتابع عليه فيلم او مسلسل سواء مع صحابك او مع نفسك وعشان كده وقع عليه الاختيار لما قررنا نتفرج على الحلقة اللي انا الحقيقة لو لسه ما شفتش الحلقة الاولى وعاوز تعيش التجربة اللي احنا عشناها تقدر تشتري الجهاز من السعودية او الامارات او الكويت حتى الان فاكتر من مكان اللينكات تحت في الديسكريبشن البيتا مفتوحة لعبة انو 1800 كان اخر يوم فيها 14 ابريل مرحلة البيتا المفتوحة التحضرية للعبة كانت ما بين 12 ل 14 ابريل واللعبة فعلا شكلها مبهر وممكن تكون واحدة من اكتر العاب المحاكاة للمودن او الستي سيميولاتور جمالا من حيث الجرافيكس وتقدم تجديدات كتير من حيث اسلوب اللعب وانت بعطنا عن البيتا هتلاقوها في فيديو في الديسكريبشن او الايل اللي هتظهر هنا في حدث ستار وورز سيليبريشن الاخير تم الكشف عن لعبة ستار وورز جديدة بعنوان ستار وورز جداي فولن اوردر اللعبة من ناشر اي اي طبعا وتطوير ستوديو ريسبون انترتينمين والاهم ان اللعبة مش هتحتوي على طور لعب جماعي او ملتي بلاير واتركز على القصة او طور السنجل بلاير وكمان مش هيكون فيها اي مبيعات داخلية او مايكرو ترانزاكشنز ويا اي 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 متأكدين من الكلام ده؟ انا زي ما انت شايف اسرع مع بعضين لعبة سيكيرو شادو داي تويس اللعبة الاصعف في تاريخ الالعاب مستمرة في مسيرة النجاح بتاعتها وحققت مبيعات توصل ل اكتر من اتنين مليون نسخة ده غير انها انضمت لفئة المست بلاي على موقع متا كريتك والعاب الفئة دي هي بس واحد في المية من اجمال الالعاب اللي موجودة على الموقع وده بيخليها حتى الان بارقام المبيعات اللعبة الاكسر تحقيقا للاربع في 2019 اللعبة كمان قدمت ايداء قوي على المنصات المنزلية وعلى البي سي كنا من فتر تكلمنا عن اجهزة ايسر المحمولة الموجهة للجيمرز وتحديدا جهاز بريدتور هليوس تلتمية اللي يعتبر الاقوى والانسب لأي جيمر وصنع محتوى في فئة السعرية مراجعتنا للجهاز هتلاقوها قريب على القناة ومن ايام قليلة وخلال تواجدنا في مقتمر نيكستات ايسر تم الاعلان عن جهازين جداد بتصميمات جديدة ورائعة هما بريدتور هليوس سبعمية اللي بيجي ببروسيسور كور اي ناين وكارت ار تي اكس الفين تمانين بتصميم ماكسيكيو ورامات حجمها يوصل لاربعة وستين جيجا وشاشة الف تمانين بي من نوع اي بي اس بحجم سبعتاشر بوصة وده عمل تقنية التزامن من انفيديا جي سانك الجهاز التاني هو النسخة المطورة من جهاز بريدتور هليوس تلتمية واللي اعلى نسخة منه بتيجي ببروسيسور كور اي سيفن وكارت ار تي اكس الفين سبعين بتصميم ماكسيكيو طبعا ورام اتنين وتلاتين جيجا مع امكانية اضافة اتنين اس اس دي وبكده من كل وصلنا لنهاية حلقة وكلي نيوز من الاسبوع ده عشان تعرف تفاصيل اكتر تابعنا على موقعنا عرب هاردوير دوتنت وفيسبوك وتويتر وانستجرام وطبعا يوتيوب واشوفكم في الحلقة اللي جاية من الاسبوع الجاي اشتركوا في القناة